بسم الله الرحمن الرحيم تلفزيوني أو تحكيمي الأمور التحكمية مبارح كانت رائعة جدا النهاردة أول خطأ تحكيمي في مباراة الزمالك وأمبي الحقيقة مش بتكلم على فرق معينة ولكن احنا قلنا الكلام ده وتكلمنا عن الكلام ده قبل كده من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع فاته وطالبناك كابتن عصام عبد الفتاح من فضل حضرتك كل حاجة من الواضح أن هي حتبقى جيدة نرجو من الحكام التركيز في المباريات النادي الأهلي الفترة اللي جاية عندنا مباراة بكرة وعندنا مباراة مهمة هل الحكام هيظهروا بنفس الشكل اللي ظهر بيه الحكام بتوع اليوم الأول ولا زي ما حصل النهاردة الحقيقة فيه مباراة الزمالك وأمبي وأخطاء واضحة الحقيقة فيه هذه المباراة أخطاء واضحة الحاكم عملها والفار هنتكلم كتير في هذا الأمر ولكن بعد في الجزء الثاني من هذه الحلقة ولكن الحقيقة أنا مش مصدق اللي بيحصل كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة والنقل التلفزيوني على أكمل وجه الحقيقة ولكن ماذا يحدث في التحكيم؟ ليه الخطأ الأول اتعمل في مباراة الزمالك وأمبي؟ الحمد لله ما فيش أخطاء في مباراة ولا النهاردة وبالمناسبة لو كان فيه أخطاء مباراة أو النهاردة كنا هنتكلم في هذا الأمر ولكن ما فيش أخطاء هتكلم في إيه؟ ما فيش أخطاء في التحكيم مباراة ولا النهاردة غير في مباراة الزمالك وأمبي فلازم أتكلم وأقول كده وإحنا عندنا مباراة بكرة بداية الدولي العام المصري النادي الأهلي سيلاقي النادي الإسماعيلي فجماعة يعني كابتن عصام مش عارف أقول إيه الحقيقة ولا عارف أتكلم في إيه غير إن أنا قلت الكلام ده من شهر أول ما عرفنا إن الكابتن عصام هو اللي حيبقى رئيس لجنة الحكام كلنا توسمنا خير كلنا توسمنا خير عموماً أنا حتكلم في الموضوع ده أكتر وأكتر مع كريم سعيد وأحمد ثابت حتكلم معهم في هذا الأمر ولكن خلوني أقول لحضراتكم